طب إخواني الله يعطيكم العافية جميعا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل أنا وياك ما تبقى من الرجوع للفرض ونبدأ بعديها بتقريبا اللي بسموها الحلقة النهائية لهذا الدرس طويل لكنه حلو جميل جدا اللي هو الفرض المثلثي نحكي عنه إن شاء الله فعلا طلع بالله هاي ملاحظة مهمة بالله لو سمحت عند هذا السؤال لو تكرمت عند هذا السؤال اكتب لي مهمة هايكو شدد عليها هذا أيام المنهاج الأردني كنا نقولهم اطلاع لأنه كنا نحط إحنا الأساتس لها حالنا الآن موجود بكولنز يا سؤالين يا ثلاث مرات فمهم الله أرضى عليك مهم مهم طيب شو الفكرة هاته نحكي الكتاب بحكي لي إذا لقيت جذور طلع عامل مشترك ما صبت ثم طلع عامل مشترك مرة ثانية بطلع عمرتين علمك طريقة شوي نخفي شوي على بعض أنا وياك إذا كان عندي الملاحظة بتقول لي إذا كان عندي جدرين من جنسين أو دليلين مختلفين جماعة إذا عندي جدرين من جنسين مختلفين جدر الرابع جدر السادس جدر الرابع جدر الثاني جدر الثامن جدر العاشر جدر مختلفة افرض يو افرض يو تساوي اكس قوة واحد على العامل المشترك الأدنى أصد مش فهم حاضر حاضر طلب الله حلو لنفرض في عندي لنفرض في عندي مسألة مسألتين ثلاث مسائل وحتى أربعة اش مهم الأولى كانت تحتوي على جدر اكس والجدر الثالث لا اكس سواء ضرب قسمة إلى آخره بحكيلي بتطلع العامل المشترك الأدنى هذا عبارة عن اكس قوة نص يعني من دليل اثنين يعني هاي اثنين واي ثلاث عوامل اثنين اثنين بواحد وعمل عوامل ثلاث ثلاث بواحد فيش اشي متشابه بضرب ستة اذا بفرض يو تساوي اكس واحد على ستة صدقني احسن طريقة يا مدرس الطريقة دي كتاب حلو ما بقول لك عنها عاطلة بطلع عامل مشترك تم عامل مشترك لما تزبط معاه لكن حبايب انا بعطيك طريقة اللي تسهل عليك افرض يو تساوي واحد على العامل مشترك الأدنى لو 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 كان هيك جدر السادس اكس على طبعا زائد كده كده على الجدر الثامن اكس هاي الستة الستة عبارة عن اثنين ضرب ثلاث والثمانية عبارة عن اثنين باثنين باثنين المتشابه اسمعلي اياها المتشابه خد منه واحدة بس والباقي طجه اضربه اربعة ثلاث اثناش يعني كم اربعة وعشرون يعني يعني يو تساوي اكس واحد على اربعة وعشرين كمان واحدة لو حكالي الجدر السادس لا اكس او خامس اكس وقال لي الجدر اه العشرين لا اكس بقول له الخمسة خمسة والعشرين عبارة عن خمسة باثنين باثنين اه خمسة باثنين خدمة شابه بتصير خمسة باربعة عشرين اذا يو تساوي واحد على اكس قوة عشرين وصلت الفكرة فهمت الفكرة شوف لي هذا الدليل وخمسة دليل وعشرين هذا الدليل واربعة هذا الدليل وستة اربعة وستة اربعة وستة سقول لي اتنين باثنين اتنين بثلاث اه اتناش اذا بقول يو سوي اكس واحد على اتناش تعال اطبق عليها انا سؤال امتى سؤال انا بالنسبة لي هذا السؤال طلع 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 واحد على ستة سؤال رقم عشرة سؤال عشرة بقول لي التكامل من واحد الى ستة عش لا جدر الاكس على واحد زائد جدر الرابع لاكس التكعيب دي اكس متاز هذا يساوي من واحد الى ستة عش جدر الاكس واحد زائد جدر الرابع للاكس كله تكعيب دي اكس خليني اشوف دراحة فرغمين يو تساوي اكس واحد على طول بلك علي اجي هون على جنب رابع اتنين باثنين ثاني اتنين بواحد متشابه اثنين واضرب اثنين يعني اربع اذا هاي عبارة عن واحد على اربع طال شو رح اخدمك خدمة العمر طال طال خد اص اربع على الطرفين يو قوة اربعة تساوي اكس اشتق اربعة يو تكعيب دي يو على دي اكس تساوي واحد تبادلي الدي اكس تساوي اربعة يو تكعيب دي يو غير لي الحدود لو سمحت واحد ستتاش الواحد رح تتغير والستطعش ايضا رح تتغير الواحد رح عاوض لك اياه جدر الواحد واحد وجدر الرابع الستطعش اثنين اذا من واحد الى اثنين طلع يا رعاك الله طلب الله واحد الى اثنين لا جدر واحد زائد جدر الرابع كله تكعيب في دي يو مضروب ايش دي يو دي يو مضروب باربعة باربعة يو تكعيب اربعة يو تكعيب دي حلو ممتاز 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 الان شيل كل اكس وحط لي بدلها يو يو بس يو قوة كم لحظة بدل الاكس هحط لك يو قوة اربعة هاي حل لك كل المشكلة اربعة اربعة تساوي واحد لاثنين لا هذا جدر يو تربيع بهذا بصير عندي اربعة يو خمسة وهذا حصير واحد واحد زائد يو تكعيب دي يو شو صار شو صار صار درجة البسط اعلى من درجة المقام قسمة طويلة اذا هذا ماشي طويلة السؤال بس حلو اربعة اربعة يو قوة خمسة واحد او يو تكعيب زائد واحد يو تكعيب زائد واحد هلا رح اضرب بصير معاي اربعة يو تربيع اضرب اربعة يو قوة خمسة زائد اربعة يو تربيع غير اشارات بصير سالب وهذا بصير سالب بروح بروح سالب اربعة يو تربيع حلو صارت معاي تكامل من واحد الى اثنين لا أربعة يو تربيع dio زائد من واحد الى اثنين الباقي سالب اربعة يو وتربيع على المقصوم عليه يو تكعيب زائد واحد كله دي يو هذا التكامل بصير عندي اربعة يو تكعيب على ثلاثة من واحد الى اثنين مشحمه واحد الى اثنين ولا لأ اee واحد الى اثنين نعم صحيح طيب وهذا مشتقته ثلاثة طلع الأربعة بره ناقص أربعة اضرب الثلاثة واقسم على ثلاثة لن يو تكعيد زائد واحد من واحد الاثنين ثم منعوض بعد ذلك هاي بصير ثمانية نقص واحد سبعة ثمانية وعشرين على ثلاث حسبت على السريع ثمانية وعشرين على ثلاث وهاي عوض ليها ثمانية تسعة ناقص أربعة على ثلاث افتح قوس لن التسعة ناقص ثمانية تسعة وهاي واحد واحد اثنين ناقص لن اثنين طويلة شوية لكن مو صعب والفكرة بالعامل المشترك الأدنى ايوه اولا نعم هاي القسمة فها بتصفي معاي اللي هي حكينا عنها تنين وثلاثين أربعة ثلاثة طلعتها تنين وثلاثين ناقص أربعة اللي هي ثبانية وعشرين مئة بالمئة صح إذا إخواني فكرته معلش نستحمل بعض أنا وياك فكرته كانت إذا لقيت يوم من الأيام جدر الرابع اكس جدر السادس اكس وعندي هنا كركبات أقول يا عمي خلينا نيجي أنا وياك الأربعة اثنين باثنين والستة اثنين بثلاث والمتشابه اثنين ضرب هاي ستة يعني اثناش يعني هاخد يو تساوي اكس قوة واحد على اتناش اتفقنا عليها ومن جو الجذور بدل لي يا يو قوة اتناش يو قوة اتناش لأنه هاي أنا هاخد الاكس وعوض لك يا يو واحد اتناش تمام اخواني يعني بتثبت لي انك فنان إذا جبت اللي هاي خليني هيك على طريقتنا شوي أجل لي يعني إذا حابت تروح على طريق التابعة مشترك خليها لأنه حطلع أحيان مرتين خليها شوف اللي هاي بالله صبح طيب حبايبي هاي هاي ايضا جذرين مختلفين جذر الثالث والجذر الثاني يعني أنا عندي الجذر الثالث كله هذا ما فيش إله ثلاثة بواحد والثاني اثنين بواحد أتحدث عن ستة يعني يو تساوي اكس قوة واحد على ستة منها الاكس تساوي يو قوة ستة اشتق خلينا نشتق والله هون دي او هون شو رأيك ستة يو خمسة في دي يو على دي اكس تساوي واحد تبادلي ستة يو خمسة دي يو تساوي دي اكس جاهز أرجع على المقام أو على السؤال هاي بدل دي اكس يو قوة خمسة في ستة دي يو على جذر ناقص جذر دي اكس هذا جذر الثالث شيل الاكس وحط لي بدل الاكس يو قوة ستة يو قوة ستة تساوي تكامل ستة يو خمسة دي يو هلا هاي تعطيني يو تكعيب وهاي تعطيني يو تربيع طلع اليو تربيع عامل مشترك بصفي معنا تساوي تكامل ستة يو خمسة يو تربيع عامل مشترك شو ضلت معاي يو ناقص واحد يو ناقص واحد كله دي يو صح بي بالمية هلا هاي مع هاي شو صارت ثلاثة صارت بدأ قسمة طويلة سيب الستة لبره بالله يو تكعيب يو ناقص واحد هاي اليو تربيع سر عندي يو تكعيب ناقص يو تربيع غير اشارات سالب بموجب يو تربيع زاد يو يو بيو يو تربيع ناقص يو غير اشارات سالب موجب يو بعدين زائد واحد هذا اللي بعطيني يو ناقص واحد سالب موجب هاي واحد اذا صفت معاي شو تكامل هاي التكامل يو تربيع زائد يو زائد واحد دي يو زائد الباقي على المقسوم عليه احيانا بيقولون للطلاب انت لش بتفصل لش داعي تفصل بحكي له ما في داعي تفصل بص خليه زي ما هي يا عزيزي ويا بنتي هذا يساوي يو تكعيب على ثلاثة يو تربيع على اثنين زائد يو زائد لن يو ناقص واحد زائد سي واخر الشرج ان شاء الله في عليك كل حلها صح لازم خلاص اتقناها بس اللهم افرض دائما يو تساوي اكس قوة واحد على العام مشترك الأدنى تمانية ستة كم حتفرض تمانية ستة تمانية الثمانية عبارة عن اثنين باثنين باثنين الستة اثنين بثلاثة هاي واحدة وهنا ناعش يعني اربع وعشر الثمانية وستة حفرة ديو تساوي اكس قوة واحد على اربع وعشر خلاص اتقناها اخواني الله يعطيكم العافية يلا طيب حلو يعني الاسئلة اللي ضائل ضائل تلت اسئلة بسيطة لطيفة على هذا الاشي طلع على سؤال رقم 11 11 تكامل الدي اكس على اكس ناقض جدر الاكس استاذ والله انا بجرب العام مشترك جرب اذا بتثبت الله يخلف عليك اصلا الاولوية للين لأ عامل لأ بده اروح افرض والجدر من اولويات الفرض خلينا نفرض يلا بسم الله يو تساوي جدر الاكس ربع يو سكوير تساوي اكس اشتاق اثنين يو دي يو على دي اكس تساوي واحد تبادلي اثنين يو دي يو تساوي دي اكس جاهز طيب ارجع لسؤالنا تكامل شيل دي اكس شو هتطلي بدلها اثنين يو دي يو على بدل الاكس يو سكوير وهاي يو طلع اليو عامل مشترك لعيونك تكامل اثنين يو يو دي يو على طلع اليو عامل مشترك يو ناقص واحد اطلع الجواب اثنين لن يو ناقص واحد زال سي ورجع لي الجذر كما كان بدي منك خدمة الله يرضى عليك وعليها يا ربي جميعاً حبايبي بدي هذا السؤال سيبك من الدوسية واعطيني الجواب النهائي طلع سؤال اثناش اكتب لك ايه على اساس انه مو معك الدوسية سؤال رقم اثناش التكامل من اثنين الى خمسة واحد على واحد زائد جذر اكس ناقص واحد دي اكس يلا طلع لي يا بدي الجواب النهائي بدي الرقم النهائي اللي بلش اخوان اللي بلش رح اكيد افرض يو الجذر كامل يو تساوي جذر اكس ناقص واحد يلا نربع يو سكوير تساوي اكس ناقص واحد يلا نشتاق اثنين يو دي يو على دي اكس تساوي واحد اذا اثنين يو دي يو تساوي دي اكس يلا نغير الحدود الاثنين لا سنت تتغير والخمسة لازم تتغير الاثنين واحد الاخمسة ناقص واحد اربع جذروا اثنين اذا من واحد لاثنين من واحد الى اثنين لا واحد زائد يو يو الدي اكس الدي اكس هي عبارة عن اثنين يو دي يو اثنين يو دي يو اكيد شو؟ اكيد قسمة طويلة درجة البسط وساوي درجة المقام اكيد قسمة طويلة هذا عبارة عن اثنين يو يو زائد واحد الاثنين اثنين يو زائد اثنين غير اشارات هاي سالب وهاي سالب راحد سالب اثنين اذا صفت معاي تكامل لاثنين ناقص اثنين على يو زائد واحد دي يو يلا نكامل اثنين يو ناقص اثنين لن يو زائد واحد كله زائد سي واخر اشي رجع لي قيمة يو اللي هي اه لا في هذا محدود شو انا بامزح صح؟ اعتبرني كنت امزح سيدي ها هاي اللي هي بدنا اياها من اي لا وين؟ احنا غيرناها من واحد لاثنين، من واحد الى انت 180 هاي بصدر عندي اربعة ناقص هاي ثلاثة ناقص اثنين لن ثلاثة ناقص افتح قوس عوض هاي اثنين ناقص هاي اثنين لن اثنين اثنين لن اثنين اه وسابط هاي اخر الشي تمام تمام? هاي نفس الشي هاي ثم عملنا لهي القسم الطويلة وبالآخر أنا أبسط لك الجواب نعم هذا الجواب اللي هو حيطل معي 2 زائد 2 لين وإذا بدك إرفع هذا الأفوق بصير 4 على 9 آخر سؤال على هاي الفقرة وبعدين عنا واجبات ونروح على فقرة حلوة 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 كثير سؤال رقم 13 طلب الله يا أخوانا سؤال رقم 13 تكامل X الجدر الخامس لا X زائد 1 تربيع DX أخوانا إذا متلاحظ كم سؤال إحنا منحل على الدرس 19 و5 واجب 24 24 وعندك 13 37 وحلينا تدري بين حدود الأربعين ولسه لسه مطول فأنا امطلعك من هاي الحصص حالي الكتاب بالنسبة حكيتك لا يقل عن 95 بالنية روح على الكتاب مرغم الطلاب يقول لي بروح على الكتاب ما بلاقي إشي لا أنت حاله فعلا إحنا رح نكون حالين كل شيء ما بين الكتاب والوزارة والامتحانات اللي نزلناها الأونلاين أو الامتحانات الوراقية رهيب رهيب بس يعني إحنا بهمنا أنك تكون أنت متمكن ومتمرس وإن شاء الله بنعمل مراجعات أكثر من مرة بعون الله تعالى طيب حبايبي أول شيء هذا عبارة عبارة عن تكامل أفرض الجدر هذا يو تساوي اكس زائد واحد منها دي يو على دي اكس تساوي واحد تبادلي دي يو تساوي دي اكس طيب شو صارت صارت اكس وهذا هذا يو قوة نين على خمسة طيب وهنا دي يو ال اكس عبارة عن مين يو ناقص واحد ال اكس عبارة عن يو ناقص واحد كله في يو اتنين على خمسة ايو اخلي يا بالله هاي عبارة عن خمسة على خمسة واثنين على خمسة سبعة على خمسة السبعة على خمسة اتناعش خمسة على اتناعش ناقص وهاي يو على خمسة سبعة هنا خمسة على سبعة كله زائد سي يعني سيلة هلا انا فرض اشي تاني هنا انا فرض رفعت التربيع كله لبرة وفرطه مع الجدر كله صح بل ما بتقدم عنه هاي احلى اي انا شايفها احلى قد يختلف الجواب نهاية لكن احنا الجواب نفسه نفسه 5 على 12 U لما رجع اليو جدر صح جدر الخامس انت فرض جدر خامس بصير 12 على 5 بترجع نفسه نفسه 100 بالنية تمام اخواننا طيب حبايبي السؤال واجب نصغرها شوية سؤال واجب سؤالين واجب 3 4 5 6 6 اسئلة واجب ان شاء الله تعالى زي ما سوينا اليوم الحلقة القادمة بحلل الكيام كلهم ان شاء الله تعالى بدأنا الان التكامل بالتعويض لا الاخترانات المثلثية خليني اقسمهم الى عوائل بسم الله الرحمن الرحيم العيل رقم A العيل رقم A اذا كان عندي تكامل ساين الوص X DX وتكامل او تكامل كوساين N X DX اخواننا لما يقول لي تكامل ساين تكعي وساين قوة 4 و5 و6 و7 و8 احنا تعلمنا بالدرس الاول ساين قوة 4 عملنا التربيع لكل تربيع صح الآن خلي اللي يتحكم فيه الاس اذا كان الاس زوجي اذا كان الاس زوجي اذا كان الاس زوجي هذا رح على الدرس الاول شغل متطابقات اذا كان الاس فردي اوه هذا هنا هذا على هذا الدرس يلا ركز قد نفس يلا ركز بسم الله اذا كان فردي اولا خطواتي ثابتة اولا افصل ساين او كوساين حسب السؤال لوحدها والباقي والباقي بدلالة التربيع ايش فاهم حاضر انا حافظ الكلمة اللي بحوطة الله لا تخبوش عليها طيب مثلا ساين قوة 5 تكامله بقول له خبيلي وحدة ساين اكس بيظل عندي ساين قوة 4 اللي بكتبها ساين تربيع ال اكس كله تربيع نسموه بدلالة التربيع مثلا قال لي كوساين قوة 7 كوساين اكس شو بيظل الستة الستة كوساين تربيع ال اكس كله تكعيب صحيك هذا بسموه بدلالة التربيع طيب افصل اول اشي ساين وكوساين ويجعل باقي بدلالة التربيع اثنين التربيع الداخلي التربيع الداخلي نحوله بواسطة المطابقة الى الصاين تربيع الداخلي بحوله واحد ناقص كوساين تربيع فاصلة والكوساين تربيع ال اكس تساوي واحد ناقص صاين تربيع ال اكس اي رقم اثنين اذا خبيلي صاين وحوله بدلالة التربيع والجوة مطابقة ثم الخطوة الاخيرة رقم ثلاثة ثالثا نفرض يو الصاين او الكوساين الداخلية اللي جوه الاقواس جوه 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 بدون اس ولا معامل بدون الاس ولا المعامل بنحل السؤال تعال اخليك فاهم واخليك واحد متمكن صفاح تعال بالله هاي السؤال رقم واحد تكامل كوساين تكعيب ال اكس دي اكس هذا فردي الفردي الحل الفردي رح اكتب لك اياه تكامل كوساين ال اكس في كوساين تربيع ال اكس دي اكس ما عندي شيء طيب يساوي تكامل كوساين ال اكس الكوساين تربيع واحد ناقص ساين تربيع ال اكس كله دي اكس افصل دلالة التربيع وتطابقة افرض افرض يو بساوي اللي جوا بس بدون القص ولا شيء ساين ساين بس ساين ساين ال اكس منها دي اكس تساوي دي او على كوساين اكس تكامل كوساين ال اكس واحد ناقص يو ساين دي او على كوساين اكس يا سلام حلت اه بس بالله عليك لا تقول لي اكس يو ناقص يو تكعيد على ثلاثة زاد سي تساوي اليو 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 صاين بسير ساين ال اكس ناقص ساين تكعيب ال اكس على ثلاثة زاد سي كمام اخوالنا نطبق لنا كمان واحدة يال ساين قوة خمسة اثنين اكس نعم والله يا عمي حافظها شو مالنا ومالك هايها خمسة او اثنين تكامل ساين قوة خمسة اثنين اكس دي اكس طلب الله اول شي افصل لي ساين على جنب تكامل ساين اثنين اكس الباقي بدلالة التربية ساين تربية اثنين اكس كله تربية دي اكس فك اللي الداخلية بالله لما افك الداخلية ساين اثنين اكس بصر عندي واحد ناقص كوساين تربية اثنين اكس كله تربية دي اكس افرض لي يو الداخل يو الداخل الداخل بس بدون نقص كوساين اثنين اكس منها دي اكس بتساوي دي يو على سالب ساين اثنين اكس اثنين صار التكامل ساين اثنين اكس في واحد ناقص يو سكوير انا فرضو هذا بس ما بنسى كله تربية في دي يو على سالب اثنين ساين اثنين اكس فكليها والله في سالب نص برا احلى سالب نص برا سالب نص تكامل مربع الاول واحد ناقص اثنين الاول بالثاني زائد مربع الثاني كله دي تساوي نص يو اثنين يو تكعيب على ثلاثة يو خمسة على خمسة زائد سي واخد اشي بترجعلي مين بترجعلي اللي انت فرضو مين فرض انت انا فرض الكوسان اثنين اكس تمام اخواننا طبع طه استحملني انا قلت لك اخر سؤال بس تحملني لانه وضع السؤال نخلص من هاي الفقرة ونبدأ بفقرة المرة الجاي اللي هي مين اللي هي ساين في كوساين هالمرة احنا خدنا ساين لحال كوسان سؤال ما لش يلا اللي هو هذا رقم ثلاث شو رأيك وشو رأيك جربو لي جرب لي بالله انس بالله عليك انك مش شايف حاول جرب طيب السؤال هذا حلو كثير كثير صراحة هذا دامج فكرتين مع بعض رقم ثلاثة تكامل السيكنت تربية اكس كوساين تكعيب تان اكس دي اكس طيب طالما الزاوية ليست خطية ابدأ بفرض الزاوية يو تساوي تان اكس الدي اكس تساوي دي يو على سيكنت تربية الاس صار التكامل سيكنت تربية الاس في كوساين تكعيب اليو في دي يو كله على سيكنت تربية الاس رهيب ورجعت رجعت الفردي والزوجي الفردي والزوجي هذا بصير معاي تساوي تكامل كوساين هاي عبر عن كوساين اليو في كوساين تربيع يو ليو هذا بساوي تكامل الكوساين يو في واحد ناقص ساين تربيع يو كله ليو الان افرض الاجواته افرض الاجواته بفرض اسمه واي تساوي ساين اليو دي واي على دي يو تساوي كوساين يو اذا دي يو تساوي دي واي على كوساين يو منها اصبح التكامل التكامل كوساين اليو كوساين اليو في واحد ناقص واي تربيع في دي واي على كوساين يو يلا نكامل هاي بتصير عندي واي ناقص واي تكعيب على ثلاثة زائد سي بدرجع مرتين الواي ساين ساين ناقص ساين تكعيب على ثلاثة زائد سي واليو او الواي الواي فرضناها الي هي ساين واليو اليو الي هي زاوي تان صح تان تان نعم تان الي هي بصير عندي هاي تان اكس وهاي تان اكس اللي حلها صفاحة ورائعة جدا تمام اخواننا الله يعطيكم العافية انا لهنا اخواننا بنهي هاي الحلقة فضل الله علينا انا وياكم مشين كثير كويس يعني اعتقد انه مش ضال عليه كثير في هذا الدرس ورح نمشي كمان ان شاء الله الدرس الورق السرع منه بكثير لكن انا بهمني التمكن وتحل الورق العمل واول باول الدرس وشيك ككتابك رح تكون مبسوط لانه رح تلاقي اصدادك حالي لكل اكتابك تمام اخواننا الله يعطيكم الصحة والعافية رأيكم الحلقة القادمة دمتم سالمين